عمي بيبدأ بحسام عبد المجيد حلو حلو البداية دي أصل طبعا وغير متوقع حسام عبد المجيد أنا بيفرق معاه جدا في البطولات المجمعة دي دعم لكل ما هو موجود في المنتخب مصر لأنه كله بيمثل منتخب مصر حسام عبد المجيد تعرض لكم من الهجوم كبير جدا أحيانا بيبقى مبرر من الناس ولكن ليه لقطتين؟ اللقطتين دول يخفرونه حاجات كتيرة جدا حصلت في المباراة واللقطتين دول كان ممكن يتقلبوا على منتخب مصر لكن تعامل معاهم باحترافية شديدة كمدافع إزاي أنهو عمل الدليل شكرا تعالى نتفرق على اللقطتين دول أنا أقولك ليه شكرا في الأول؟ ليه؟ عشان نادرة لما حد يتكلم على الحاجات الإجابية اللي بيعمل له حسام عبد المجيد كله بيمسك في السلب بس كل الناس بتمسك حسام عبد المجيد أمور ولعيبة وزميله سواء في الزمالك أو سواء في منتخب مصر أنا بيقيا بيسهب عليا نجم المنتخب والنين كله بيلعب ميسباص وكله بيخطئ في قرارات كتيرة جدا بس هيا الناس مركز شوية مع حسام عبد المجيد بس عامل لقطتين تعالى نتفرج عليهم اللقطة الأولى دي كانت في الشوت الأولاني حسام عبد المجيد كان أحيانا بيتعرض كتير جدا لمواقف صعبة جدا في الواحد على واحدنا عمر فايد هيلعب الكرة لمحمد شحاتة أول ما الكرة هتتلعب له نمشي الفريمو وإحنا بنتكلم أول ما كرة هتتلعب له محمد شحاتة هيحاول أنه يجي يسلم ده أسامة فيصل عفوا هيجي يسلم الكرة لمحمد شحاتة يسلمها له قصيرة لعبة البراجوي هتبدأ تضغط على منتخب مصر هياخد الكرة هتتحول هجمة شبه انفراد على منتخب مصر عاوز أريك بقى الفريم اللي بعده على طول هتلاقي أن حسام عبد المجيد بص واقف هنا كريم تمركوزه وراجل جاي بوشه أسرع منه نكمل الفريم وإحنا بنتكلم أول ما البص هتلعب هنا بقى عجبني حسام عبد المجيد لو راح اندفع على الراجل أفعل عليه الزاوية دايقه بمنتهى البساطة إنه هو عمل دلي يفضل واحدة وواحدة ماشي برجل وفوت ورك بتاعه واحدة وواحدة لغاية لما طلع الراجل بره شوية بره الكادر بتاع الجون عشان الراجل لما يشوته كورة في الطريق لعبة حسام كده وبيجري أرجوك يا حسام أرجوك يا حسام أرجوك يا حسام الله يا حسام اللي بعدها أحلى فطبعا هو طلع الراجل وقام الراجل شات كورة دخل عمل التاكلينج وشال الكورة هنا كان زكاء وهدوء عند أحسام عبد المجيد الكورة دي كانت صعبة جدا والكورة دي ما خدتش حقها هنا دي كانت على فكرة الكورة لسه كان ساعتها محمود صبر لعبة الكورة أول ما تقطعت براجوي عمل هجمة مرتدة أول ما يلعب الكورة الطويلة هيخشت أعتقد أحمد عيد في التحام هواقي الكورة لا هيخش الأول وامر فايد هتعدي منه هتنزل تاني لحمد عيد الراجل هيحط حجز وهنا بقى بص يا كريم الراجل رايح واحد على واحد من نص الملعب في آخر الشغط الأولاني نكمل بقى الفريم بص على حسام عبد المجيد هتعامل إزاي لا بيدخل أصوينا قدامه 3-3 أوبشة يلا هيخش على الراجل الراجل هيرأسه يلا هيعمل فاول وهيطرد يلا الراجل هيعدي منه حسام فضل يا كريم يعمل ديلي ديلي نماشي الفريم وحنا جاء الراجل حاول يخش يمين حسام برضو وقف كويس قوي على رجله ومش عاوز يدخل وسايب المسافة ما بينه ما بين الراجل الراجل يقوم طلع لبرة تاني برضو حسام عبد المجيد مش هيدخل كل اللي حسام عبد المجيد عاوز يعمله إيه عاوز إنه هو يطلعه على رجليت ضعيفة أو يطلعه برة كادر الجون بص يا كريم من نص الملعب لحد الثمنتاشر الدلي والتأخير اللي عمله حسام عبد المجيد للراجل لغاية لما لقيبت مصر كلها طلعت فالراجل اضطر في الآخر ما قدرش يعد من حسام أم لعب الكرة بالجناحة تماما فبونتها السهولة وخلاص وإحنا عملنا كسافة عزيزية وزاوز إيه ديلي شالها حمزة علاء لما تشوف بقى الكادر اللي بعده على طول الزاوية العكسية بتاعتها عارف فكرتني بإيه كرة فندايك مع سون و سيسوكو من سنتين لما فندايك فضل من نص الملعب طبعا مع الفرق إحنا مش بنقارب بص هنا هو مش عاوز يدخل وكل اللي عاوز أنه هو عاوز يعطل الراجل ويطلعه بره كادر الجون تماما عشان التزديدة لو اتشاطت تبقى تزديدة ضعيفة وزي ما ده حصل هنا الراجل أول ما شاطر الكرة بص هنا كسافة العادية بتاعت لعيبة منتخب مصر رغم أن الراجل رايح عليه انفراد من نص الملعب فعاوز الناس تهدى شوية على حساب تهدى مش على حساب على أي حد في المنتخب أيوة لحد ما نخلص أيوة يا جماعة والله والله العظيم ما فيه حد مأثر الناس كلها مبارح كادر فرحانة كريمة عشان خاطر حاجة واحدة بس فكرونا بروح منتخب مصر اللي هو كله على قلب رجل واحد وما حدش فيهم مأثر وما حدش فيهم عاوز يأثر بس أحيانا التوفيق عدم التوفيق إمكانيات مقاومات فالأول في الآخر لازم الدعم لكل ما هو موجود مع المتخب ساعة مجيدي النهاردة محظوظ جدا انت اديت مثال بفندايك وانا في الانترو اديت مثال بفندايك بجد والله كرة بتاعتصانه ومسيسو كله لا ما قدش على كده هو داخل يشوت ضربة الجزاء انا كنت مرعوب مرعوب منه بصراح مجدمش عليه انا امين يعني فقلت يعني بعد ما شطع ده بفندايك بس اللي بيشوت كده شطع حلوة حلاوة قلت له خلاص انت من النهاردة حسن بفندايك مفيش ماتيب دي بقى خلاص انت سماتيب دي خلاص عالي واحد في يوم انت عماتيب دي قال له هو مش حاجة حلوة مش حاجة حلوة مش دي الميزة اللي احنا مايز بها الوادي انتوا كما بتدايقوا برضو طب صابب تدايقوا